يعمل المشارعون في الكونغرس الأمريكي على توصل إلى اتفاقات بشأن إقرار الميزانية الجديدة قبل 11 من هذا الشهر لتجنب إمكانية الإغلاق الحكومي فما هي هذه القضية؟ في 11 من هذا الشهر ينتهي العمل بقانون ميزانية الجارية وفي حال عدم وجود اتفاق بين أعضاء الكونغرس على ميزانية جديدة للحكومة ينص القانون على التوجه لإغلاق حكومي ورغم اتفاق الجمهورين والديمقراطين على مشروع قانون ميزانية وزارة الدفاع لسنة 2021 والتي تقدر ب740 مليار دولار إلا أن خلافات ما زالت تطال خطة لمساعدة الاقتصاد المتضرر من جائحة كورونا حيث أن الجمهورين يسعون إلى تمرير حزمة بقيمة 500 مليار دولار بينما سر الديمقراطيون على حزمة أكبر تقدر بتريليون دولار وفي حال عدم توصل الاتفاق بشأن ميزانية 2021 فإن الإغلاق الحكومي سيكون هو الثالث في عهد ترامب وإغلاق الوكالات الفيدرالية هذه التي نتحدث عنها أو ما يعرف باسم الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يحدث إذا تعطلت خطة الموافقة على الموازنة فما الذي يجري ما هو السيناريو الذي يجري فعلا في حال إقرار أو الدخول في الإغلاق الحكومي؟ أي إغلاق للحكومة الأمريكية يعني شللنا في الإدارات الفيدرالية غير الضرورية حيث تتوقف جميع الخدمات التي تقدمها الإدارات الفيدرالية مع عدى الخدمات الحيوية كما ستضطر الدولة الفيدرالية التي لا تملك ما يكفي من المال إلى إحالة مئات الألاف من الموظفين إلى بطالة مؤقتة في أجهزة الضرائب والحضائق العامة وغيرها وإذا ما حدث وأغلقت سيضطر ملايين الموظفين العاملين في الحكومة الفيدرالية إلى العمل من دون مقابل أو الحصول على إجازة إجبارية إذن دعونا نفهم أكثر هذا الموضوع وكيف ستتجه أو هل ستتجه أمريكا نحو إغلاق حكومي ثالث في عهد ترامب وكيف سيؤثر هذا الإغلاق الحكومي في حال إقراره على الاقتصاد الأمريكي حسب السوابق التي جرت هذا من واشنطن عبر سكايب الدكتور جيرمي ماير أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج مايسن أهلا بك دكتور ماير معنا في دائرة الشرق دكتور ماير شرحلنا هنا مشاهدين مشاهدي الشرق ما الذي يعني إغلاق حكومي ما هي احتمالات الدخول في إغلاق حكومي وهذا العدم الاتفاق على الميزانية هو كبير بين الديمقراطينا وجمهورينا في خطة منحة مساعدة كورونا قانونيا لا يمكن إنفاق لنوال في حال لم يتم تبني قانون من قبل الكونغرس في الولايات المتحدة فإن الإدارة الأمريكية تحتاج إلى هذا القانون وفي حال عدم وجود هذا القانون سيكون هناك إغلاق الحكومة فهدث ذلك مرتين في سنوات الأخيرة وأطول مرحلة الإغلاق كان في رئاس دونالد ترامب ولكن الآن سوف يكون هذا الأمر خطيرا أخذ بالحزبان أزمة كوفيد-19 هل يمكن سألتك ما هي الاحتمالات التي يمكن أن تصل بها إذا أخذنا بعين الاعتبار الخلاف أو الفجوة بين ديمقراطينا والجمهوريين في إقرار الموازنة أعتقد أن الاحتمال مرتفع جدا بسبب أن الرئيس دونالد ترامب لا يهتم بالأحداث الحالية فنحن لما نشهد مثل هذا الرئيس والذي يعبر عن هذا النوع من التقعز فهو دائما يشتك من نتائج الانتخابات فبالتبع هو يحتاج إلى القدرات الرئاسية لمنع إغلاق الحكومة فالآن أنا أقيم الاحتمال كـ 50% لـ 50% ما هو السبب الأساسي الذي يمكن أن يؤدي لعدم الاتفاق على الميزانية؟ إن الديمقراطيين يريدون أن يقوموا بالمزيد من النشطات لتخفيف الاقتصاد من أزمة كفيت وفي حل تم التوصل إلى الحل الوسط فسوف نرى هذا التبني لقانون الميزانية هناك أيضا خلافات بشأن ميزانية الدفاع وأيضا عدد من الأخفات بشأن إعادة تسمية بعض القواعد الأسكرية وأيضا الرئيس ترامب يريد المزيد من التشريعات بشأن شركات التوصل الاجتماعي ولكن الخلافات الأساسية تتعلق بالنفقات فنحن عادة ما نسجل مثل هذه الخلافات بين الحزبين طيب هل هذا إذا ما جرى هو الإغلاق الثالث في عهد ترامب يعني أنت عبرت عن عدم إعجابك به ولكن ماذا يعني هذا سياسيا واقتصاديا لأمريكا إن عدة أيام من هذا الإغلاق لن يكون له أي عواقل وخيمة ولكن أي مرحلة أطول سوف يكون هناك أضرار بل على النتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة وأيضا الحياة اليومية للكثير من المواطنين الأمريكيين الذين إما أن يعملوا للإدارة الأمريكية وهم يعتمدون على هذا العمل أو عملهم يتعلقوا بعمل الإدارة الأمريكية فإن الاقتصاد الأمريكي اليوم في حالة غير مسبوقة سوءا منذ 30 عاما ونحن نتعامل مع زيادة عدد السباتة لفايروس كوفيد 16 فإن إخلاق الحكومة اليوم شيء آخر سوف تلجأ إليه الإدارة المسؤولة دكتور ماير لشخص لا يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية هل لك أن تقولي كيف يمكن أن يكون يوم أمريكي يتعامل مع الإنفاق الحكومي في حال تم الإغلاق؟ ما هي العقبات؟ كيف سيكون يومهم؟ إذن ألن يكون هناك الكثير من التخيرات المرئية فأنا أقصد إخلاق الحكومة لعدة أيام في حال كنتم تريدون مسافرة عدة من الحديق العامة لن يتسنى لكم القيام بذلك لأن هذه الحديق سوف تكون مغلق ولكن بعد عدة الأسابع سوف يبدو المواطنون بالشعور بالأضرار لهذا القرار لأن الكثير من الوكالات الأمريكية تقوم بدور مهم للمواطنين في عياتهم اليومية ماذا سيعني هذا لبايدن؟ كثيرون يقولون أن معظم ما يقوم به الآن ترامب في نهاية ولايته هو خلق المشاكل التي سوف تغرق بايدن أكثر مما يحتاج إن جو بايدن سوف ينتقد إخلاق الحكومة لا أعتقد أن إدارة جو بايدن سوف تتعامل مع ذلك وبالطبع هو سوف يتهم الرئيس ترامب وبالطبع التكاليف هذا الإخلاق سوف يمتد أو تمتد برئاسة جوزيز بايدن فهذا يعني أن الكثير من الناس سوف يحملون جو بايدن مسؤولية ذلك فإن الاتهامات يمكن أن تنتقل إلى رئاسة جديدة شكرا لك دكتور جيرمي ماير أستاذ العلوم السياسية الجامعة جورج مايسن عبر سكايب شكرا لك حدثنا من واشنطن